المتحولات بإمكانك اعتبار المتحولات بلوكات في الذاكرة لتخزين القيم وهي القاعدة الأساسية في البرمجة وبدونها لن تستطيع كتابة برامج قوية واحترافية لو حاولنا جمع الرقمين 4 و 2 فببساطة سنكتب العبارة البرمجية التالية إن الكود السابق مفيد فيما لو أردنا جمع الرقمين 2 و 4 فقط لكن ماذا لو أردنا جمع الرقمين آخرين فإن هذا الكود لن يفيدنا بشيء وهنا تظهر فائدة المتحولات حيث بإمكاننا كتابة بلوك برمجة لجمع رقمين باستخدام المتحولات حيث نقوم بتخزين الرقمين المراد جمعهما كل منهما في متحول ثم نقوم بتخزين مجموعهما في متحول آخر وعند تنفيذ الكود يتم تحميل القيم المخزنة في المتحولات بإمكانك تسمية المتحول بالاسم الذي تريد شريطة أن يبدأ برمز الدولار واسم المتحول يمكن أن يتضمن الحروف والأرقام والإشارة أندرسكور أي أن اسم المتحول لا يمكن أن يحتوي محرف غير أبجده كما أنه يجب أن يبدأ بحرف أبجده أو بالإشارة أندرسكور وليس بإمكانك تضمين الفراغ ضمن اسم المتحول أنثلة على أسماء المتحولات تذكر دائما أن العبارة البرمجية في لغة البي اتش بي تنتهي بالفاصلة المنقوطة أي أن الفاصلة المنقوطة ليست جزءا من اسم المتحول المتحولات يمكن أن تحوي أنماط مختلفة من البيانات مثل الأرقام الصحيحة والمصية والمحارف والأغراض والمصفوفات والمتحولات المنطقية كما يمكنك تغيير قيمة المتحولات بأي وقتين تشاء بإمكانك التصريح عن المتحول وتخزين قيمة في المتحول بنفس العبارة البرمجية صرحنا عن متحولين وباستخدام المعامل يساوي قمنا بربط القيمتين 8 و23 إلى المتحولين وبعد ربط القيم أصبح بإمكانك أجراء العملية التي ترغب بها على قيم المتحولات فمثلا أن الكود التالي مساويا للكود طالما أن المتحول نام 1 يحوي القيمة 8